أما الجانب الخامس والأخير من جوانب عملية التدريس فإنه ينصرف إلى الإجابة عن سؤال مهم جدا هذا السؤال هو بماذا أعلم ما الذي يعطيك إمكانية أن تعلم هؤلاء الطلاب ما المشروعية التي تمتلكها لكي تدخل إلى الفصل الدراسي ويتقبل منك الطلاب العلم والأخلاق والسلوك لا بد لأي معلم أن يمتلك مجموعة من الخصائص والصفات هي التي تمكنه من أن يعيد تشكيل عقول طلابه من أن يعيد التأثير في هؤلاء الطلاب من أن يقضي على السلوكيات السلبية لديهم من أن ينمي النواحي الإيجابية عندهم معلم اللغة العربية لا بد أولا أن يتمتع بعلاقة إنسانية وطيبة مع تلاميذه فالمعلم لا بد أن يكون رحيما وهو يعلم عادلا وهو يقيم هذه العلاقة الإنسانية هي التي تفتح لك قلوب تلاميذك قبل عقولهم هي التي تجعلهم على استعداد دائم لأن يستمعوا منك ولأن يتعلموا منك ولأن يستجيبوا لك ولأن يثقوا فيك ولأن يؤمنوا بك أيضا على المعلم أن يكون قدوة عملية سلوكية لغوية أمام طلابه إياك وأن تقع في تناقض سلوكي أو خلقي أو لغوي أمام طلابك إنك تؤثر في طلابك من خلال سلوكك أكثر مما تؤثر فيهم من خلال كلامك أيضا فإن معلم اللغة العربية الجيد لكي يتمكن من تعليم طلابه لا بد أن يمتلك قدرا مناسبا وكافيا من الثقافة التربوية لأنه رجل طربوي ولأن كل ما يفعله داخل المدرسة يندرج في إطار النظام التعليمي القائم على تربية هؤلاء الأبناء وتنشئتهم تنشئة صحيحة سليمة كذلك لا بد أن يتمكن معلم اللغة العربية من لغته تمكنا تاما وأن يكون متعمقا فيها تعمقا جيدا حتى يستطيع أن يبرهل لطلابه بشكل عملي أنها ليست لغة صعبة وأنها لغة يمكن تعلمها وأنها لغة يمكن التحدث بها وأنها لغة يمكن التواصل بها إن تمكن المعلم من اللغة العربية يجعله أنموذجا لغويا يقتدي به طلابه ويعملون على محاكاته ويتسارعون إلى تقليده في استخدام اللغة كذلك لا بد أن يكون لدى معلم اللغة العربية قدر من الثقافة العامة التي تؤهله لأن يكون مصدرا للمعرفة الصحيحة المعرفة المفيدة المعرفة التي تقدم إجابات صحيحة عن أسئلة هؤلاء المتعلمين لو أن لدينا مثل هذا المعلم الذي يتمتع بعلاقة إنسانية مع تلاميذه والذي يقدم لهم قدوة عملية طيبة في سلوكه والذي يمتلك ثقافة طربوية ترشد تفاعله مع تلاميذه في المدرسة والذي من خلال كلامه يقدم للمتعلمين أنموذجا لغويا في التمكن من اللغة العربية والتعمق فيها هذا المعلم الذي يمتلك الثقافة العامة الصحيحة التي تفيد الطلاب هذا المعلم هو وحده القادر على أن يعلم طلابه وعلى أن يؤثر فيهم وعلى أن يغير في سلوكهم وعلى أن يضيف إليهم هذا المعلم هو الذي يكون التعلم معه متعة وبهجة كبرى